تتصاعد أعداد الطلاب المنقطعين عن المدارس بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة في عموم محافظة إدلب محمد رستوم طالب في المرحلة الإعدادية نازح من جبل الأكراد إلى أحد المخيمات بريف جسر الشغور عزف عن الذهاب لمدرسته لعدم وجود مدرسة في المخيم وأقرب مدرسة عليه تبعد ثلاثة كيلومترات ليس النزوح فقط من الأسباب التي أدت للإنقطاع عن التعليم فحسين ذو الثلاث عشرة سنة دفعته ظروف عائلته الصعبة بعد بطر قدم والده للعمل في أحد محلات الحدادة رغم صغر سنه تركت المدرسة من صف التالي جيت لهم لحتى عيش لتعلم الحديدة عيش أهلي وإجر أبوي معطوعة يعني والحالة يعني طيب سيئة يعني وتعتبر ظاهرتات تسرب المدرسة وعمالة الأطفال من المشكلات الرئيسية التي تعيق سير العملية التربوية وتعود أسبابها للكثير من العوامل كالقصف والنزوح والتهجير التي تؤدي لعدم الاستقرار إضافة للفقر والحاجة وفقدان المعيل وفي بعض الأحيان قلة الوعي عند الأهالي بإجبار أبنائهم على ترك المدرسة ودفعهم لتعلم مهنة معينة وينجم عن ذلك جملة من الآثار السلبية على كل من الأطفال والمجتمع المحلي منها حرمان الطفل من أبسط حقوقه الأمر الذي دعا منظمات وجمعيات محلية وفرق تطوعية لمبادرات وإطلاق حملات توعوية في المخيمات والمدارس للحد والتخفيف من انتشار هذه الظواهر ولزيادة الوعي عند الأطفال والأهالي بأهمية العلم والتعليم من خلال أنشطة مختلفة منها دروس بالمجان في المعاهد وأنشطة ترغب الأطفال بحب المدرسة وضرورة إكمال تعليمهم النشاطات اللي عم نقوم فيها هي حملات رفع وعي سواء كان بمركز التعليم اللي عنا سواء كان لمقدمين الرعاية للأطفال عم نزور أحيانا الأمهات عم نعمل جولات ميدانية على المخيمات على القرى المجاورة أو أحيانا عم نستقطع بالأمهات اللي عنا في جلسات حملات رفع وعي عن أهمية التعليم عن مكافحة التسرب وعمالة الأطفال ويبلغ عدد الطلاب في محافظة إدلب حسب إحصائية مديرية التربية ما يقارب أربعمائة وأربعة عشر ألف طالب وطالبة من كل المراحل وتشير إحصائيات تقريبية لإعداد المتسربين من المرحلة الابتدائية حوالي 27% والمرحلة الإعدادية 30% بينما بلغت النسبة الأكبر في المرحلة الثانوية والتي تجاوزت 50% وفق المديرية ومن المرجح الزياد الأعداد بعد التصعيد وحملة القصف الأخيرة من قبل ميليشيا أسد على جنوب إدلب عمالة الأطفال والتسرب المدرسي من أبرز التحديات التي تواجه جهود التنمية وحقوق الطفل في التعلم إلا أن الحاجة تبقى ملحة في زيادة التوعية ودراسة أسباب انتشار هذه الظواهر ومخاطرها وأثارها على الطفل والأسرة والمجتمع والعمل على إيجاد الحلول لها ومحاولة الحد من انتشارها على أقل تقدير هاشم العبدالله أورينت نيوز مدينة الجسر الشور ريف إدلب الغربي موسيقى